النباح صوت لا يعد أن يكون إلا نشيج نتواصل معه عندما يتملكنا إحساس إننا قد أضعنا تاريخا وذكريات وأصبحنا منخرطين على كل ما فيه جديد غير مألوف نحاول أن نتكيف مع ما نعيشه بشكل طبيعي فلا نملك سوى النباح يختار المخرج جمال أمين جاسم عنوان نباح لآخر أفلامه وهي التسمية التي تنطبق على كل ما نعيشه في هذا الفيلم ابتداء من صياح الأب غير المجدي وانتهاء بأصوات الأبناء وهم يديرون خلافاتهم الرعناء وعندما تقتلط الأصوات في نهاية الفيلم كتجسيد لحالة ضياع واللاجدوة إنها مشكلة الجيل الثاني للمختربين التي لا طالما شغلت أفلام سابقة للمخرج جمال أمين جاسم مثل فيلم الظلام الأبدي وفيلم ياسين يغني وفيلم فيروس اعتمد المخرج أمين اسلوب التسمى بالانتقالات السريعة والمربكة للقطات انسجاما من فكرة السيناريو التي كتبه مع عنانا ناد ليبرز طبيعة صراع الشخصيات وصدامها الذي يظهر الوضع المرتبك لهم والأزمة التي يعيشونها الفيلم يتحدث عن عائلة مغتربة تعيش في لندن أب في منتصف العمر يعمل أستاذا جامعيا وأولاده بنت وصبي في عمر المراهقة مندمجون بشكل سلبي مع المجتمع البريطاني يفتقدون العلاقات الحميمة منصرفين إلى شؤونهم الخاصة وإلى عوالم الاتصالات الاجتماعية درجة يبدون فيها غير مقتنعين عن طريقة العيش هذه بينما الأب وكما هو واضح في حديثه مع صديقته يحرص على لم شمل هذه العائلة المشتتة خلاف لما تجري علي طريقة الحياة في المجتمع الغربي حتى لو تطلب قديمه الكثير من التنازلات هذه العلاقة تظهر طريقة التصادم بين الأطراف كافة الأبناء ومجتمع بهم والوالد يحاول أن يفرض نواميس اجتماعية ربع عليها وتبدو قديمة بالنسبة لأبنائه الفيلم ينطوي على رسالة من أن الهجرة إلى الغرب لها مشاكل وأزمات نفسية لدى جيل الثاني من المنفيين الذين يعانون من ازدواجية الثقافة والقيم بين البيت والشارع وهي المشاكل التي يعانيها جل المهاجرين التمثيل في الفيلم ارتكز على شباب يخطون خطواتهم الأولى في الإداء لكن ما يأخذ على الفيلم هو الحوار المتكلف بين الأب وابنه أو بين الأب وصديقته الذي كان متشنجا وأقرب إلى الاستجواب بل رغم من إداء جمال الأمين الذي جسد دور الأب أيضا فقد أدى الدور بقدر من الاسترخاء في أغلب مشاهد الفيلم شكرا لكم